صباحو اهم دي الزيقية الوحيدة اللي هتطلع النهاردة هوا مش بمزاجي والله انا مش بحاول اعمل سكسي بويس مثلا ولا حاجة يعني بالبحة لي بس انا صوت الوايح بقالي اصبوع ما نزلتش فيه ولا حلقة وما كانش ينفع ان يفوت الكلاسيكوهين دول من غير مكلم فحتى من غير زعي ولا صوت عالي هعمل حلقة النهاردة وهعوت كل ده بأداية الحمد لله لست شغالة اهم هاردة بجد هنعاني برشلونة علم على الريال مدري اه مه بصراحة مفيش اي طريقة دبلوماسية او ما زي بعض الناس بتحب تسميها حيادية توصف بيها اللي حصل بغض النظر عن التحليل او الاسباب او مجريات المباراة لما لعبك ماتشين في 3 يام وكسبك في الماتشين بشباك نظيفة وعلى ملعبك يبقى خلاص هتتكلم معي وتبصري بعد كده بقى انهي واش هزيمة اولى يوم الاربعة طاحت بالريال من الكاس وهزيمة تانية يوم السبت والساعة الفرق في الدول الاثناشر دقاء ده الكلام الهيب على لسان كل برشلوني ومفيش مدريدي هيعرف في رد عليه وعلشان بقى تحبشها شوية فده الانتصار رقم 96 للبرصة تاريخيا علشان للمرة الاولى من سنة 1932 يتفوقوا على الريال في المواجهات المباشرة في تاريخ الكلاسيكو وبعد انتصار مبارح فبرشلونة كسب ريال مدريد في اخر 4 شهور نفس عدد المباريات اللي انتصر فيها الريال على البرصة في اخر 4 سنين واصبح البلاوجرانا اول فريق في تاريخ اللي جا يكسب الملكي 3 مباريات متتالية في السانتياجو برناباو فمن الاخر كده مفيش اي حاجة لا انا ولا غيري نقدر نقولها علشان نقلل من حجم التفوق الكبير اوي للبرصة على الريال في واحدة من اعظم العدوات التاريخية في الكورة بس ده طبعا مش معناه ان انا بدور على اي حاجة كده علشان اخلص واقفل بيها الحلقة بدري واروق حشصوتي رايح لا والف لا معاعدكم معايا النهاردة شوية حلوية لان في كلام لازم اقولوا واهموا ان يقولكم يلا بينا نخش في التفاصيل طبعا اول حاجة لازم اتكلم بيها بما اني ما عملتش حلقة بعد المباراة هي كلاس الحياة الكوبا اللي نتيجته لا تعكس سين المباراة. وهنا طبعا انا مقصودش ان البرسا لم يستحق الفوز والتأهل. ولكن قصدي هنا ان النتيجة النهائية 3-0 مش بتعكس الاحداث اللي حصلت في خلال التسعين دقيقة. ما بتعكسش مسلا ان ريال مادريد سدده 14 تسديدة. وبنيشيس جونيور لوحده سدد اكتر من كل لعبة البرسا على بعض. ولكنهم فشلوا في التسجيل في الوقت اللي برشلونا سدده اربع تسديدات. منهم اتنين ما بين التلات خشبات سجلوا منهم تلاتة. من غير ما ادخل في تفاصيل الماتش فلو حبيت اختار عنوان رئيسي لاكبر مشكلة كانت موجودة عند الفرقتين. فمستحيل نختلف ان مشكلة البرسا الاساسية كانت في نص ملعبه ومشكلة ريال مادريد الاساسية كانت في انهاء الهجم. فتعالوا ندخل في تفاصيل كل مشكلة شوية ونشوف انعكاسها على الكلاسيكو اللي اتلعب بعده بتلات تيار. عدم قدرة الملكية على انهاء الهجمة وتحويل الكم الرهيب من الفرص الخطيرة الى على الاقل هدف واحد بس مشكلة ما كانوش بيعانوا منهم قبل كده في وجود كريستيان. وبعد ما بدأت اصابع الاتهام تتجه ناح وبنشيس جوني. ودي بصراحة حاجة مش معقولة ومش مقبولة خالص. خالص. صحيح ان الراجل كان بيعمل كل حاجة في الكرة ويجي عند اللامس الاخيرة ويضيع. بس ده ولب عنده 18 سنة لسه جاي اصلا اسفانيا في الصيف وكان بادي الموسم مع الفريق التاني. فالي هو عمله ضد برشونة ده اصلا اعجاز وحاجة بتعكس ان الراجل ده موهبة ممكن تنفجر لنجب كبير. فالنقطة الايجابية الكبيرة اوي هنا انه قدر يخلق كل الفرص دي اصلا. ولكن النقطة السلبية هنا بقى مش انه ضيع الفرص دي. ولكن ان فرقة بحجم ريال مدريد ما بتعتمدش هجوميا غير على ولد عنده 18 سنة. فين لعبت الخبرة اللي لازم تتحمل المسئولات. فين كريم بن زيمة اللي كان في فورمة رائعة قبل كلاسيكو. فين باسكتز فين اسانسيو فين جاريث بيل. بيل اهرب فعلا بس شكله مرجعش ولا ناوي يرجع. قعدت اقول هيفضل نايم نايم وكاعدته يصحى فجأة كده بهدف مهم في ماتش حاسم بس لا صحي ولا جاب جول ولا عمل اي حاجة. وبعدين بصراحة كده صعب اوي الدفاع عن بيل. الراجل مسجل هدف عالمي يديله ثقة تكافي سنة لقدام في نهاية دور الابطال الساعة اللي فاتت. كريستيانو رونالدو اللي كما كان يزعم النبيل مش عارف يعيش في ضله ورحل. فلورنتينو بيريز رئيس النادي اللي لو حط لعيف في دماغه ممكن يخلص عليه بيعشاؤه. وسانتياجو سولاري اللي ممكن يخرج اي حد من التشكيلة لو ما قداش كويس دداله فرصة ودداله ثقة وبدأ به في كلاسيكو مبرح من اول ماتش. عايز اي تانج. وبالتالي لو رجعنا تاني للمشكلة الاساسية في كلاسيكو الكوبا عند الريال وهي انهاء الهجمة فالمشكلة دي ما تحلتش وانتقلت زي ما هي لكلاسيكو اللي جا امبارح والنهاية كانت الخروج من المباراتين من غير تسجيل ولا هدف واحد. الناحية التانية بقى فنقطة ضعف نص ملعب برشلونة في كلاسيكو الكوبا اتحولت لنقطة قوة في كلاسيكو اللي جا. واضح ان بالفيردي زي اي واحد فينا حتى لو مش متابع ماتشات ريال مادريدو متفرجش غير على ماتش كلاسيكو اللي خلص صفر صفر عارف ان خطورة الريال مؤخرا كلها بتيجي من ناحية الشمال. وبالتالي الحال اللي افكر فيه انه يلعب بسيميدو زاهير يمين وقدامه سيرجي روبرتو كواحد من ثلاثة نص الملعب. ولكن النتيجة النهائية كانت انه لاعرف يقفل المساحات ورا على جونيور اللي عمل ماتش عالمي. واللاحية التانية خسر لعب في نص الملعب اللي اتاكل من نص ملعب ريال. وبالتالي في المبرأة التانية بعد شبه جاهزية ارتور اللي خد الدور الاخضر انه يقدر يبدأ رجع على طول تشكلته الى اساسية ونص الملعب الثلاثي اللي متعود عليه بالاضافة لقرار البداية بسيرجي روبرتو كزاهير يمين بدل سيميدو. وهنا لازم اقف شوية. من الاخر كده انا رأي زي رأي مليون واحد منكم واللي قلناه مليون مرة قبل كده ان سيميدو زاهير يمين احسن من سيرجي روبرتو بشكل عام. ولكن الواقع ان في كلاسيكو يوم الاربع جونيور بهدل سيميدو. فاغتيار فالفيردي اللي اصلا بيحب روبرتو اكتر علشان نواحد فعال عنده احسن ودي مشكلتنا معاه لان في اغلب المباريات بعيدا عن الكلاسيكو اللي في البرنابيو البارسا محتاج يهاجم ويفرد اسلوب لقابه مش يدافع. فالقرار اللي بعد 90 دقيقة طلع صح اوي 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 كان البداية بروبرتو اللي عام الماتش عالمي ومعروف انه بالزات في الكلاسيكو بيات قلع. من ناحية الدفاعية سيرجي روبرتو كان شايل 60-70% من ضغط الريال اللي كان بلعب بس من ناحيته وهو جميعا صنع الهدف الوحيد اللي جي في الماتش. ونقطة سيرجي روبرتو دي لازم تاخدنا لنفس النقطة اللي تقريبا منتكلم عليها في كل مرة بنجيب سيرة برشلونة. بصراحة كده ومن الاخر اي واحد هينسب انتصار برشلونة على ريال مادريد امبارح لتفوق فردي للعيبة قبل ما ينسبه لتفوق لفالفيردي يبقى مفتري. او والله ايو كلمة مفتري دي كمان اقل لكلمة تان. اصلا اول ما تجيب سيرة برشلونة وفردي اول واحدة تتكلم عليه هو ماسي. صحيح ان ماسي اللي جا كان احسن من ماسي الكوبا ولكن بشكل عام ما اشتركش في ولا هدف من الاربعة اللي تسجله في الماتشين. والبارسة ما كسبش ريال امبارح واحد صفر التفوق فردي من ماسي. ولا دنبيلي ولا سفارس مسلا خده الكرة ورقاسه ثلاث لعيبة وحطه الكرة في الماسي. صحيح ان راكتش عمل ماتش مثالي فرديا اذا كان دفاعيا في مساندد سيرجي روبيرتو او هجوميا في الاستحواز على الكرة الانهاها بلمسة رائعة في الهدف. وصحيح ان الانجليا عمل ماتش حلو قوي وجيرارد بي كي كان وحش في الدفاع وده تقريبا احلى كلاسيكو يقدمه دفاعيا من ساعة ما راح برشلونة. ولكن في النهاية البارسة تفوق على الريال جماعيا باداء متوازن هجوميا ودفاعيا. والفضل الاول في هادها النوع من الانتصارات قبل ما يروح للتفوق الفردي لللعيبة وتقلقهم وواواوا لازم يروح للمدرج. حتى لو مضرب ده مش عجبك وانت مش مقتنع بافكاره واصلوبه وفلسفته وشايف ان فرقتك معاه اسوأ بكتير من الطبيعي بس لما يعمل مطش حلو لازم تديله حق. وللعلم يعني في كلاسيكو مبارح ده كانت المباراة رقم مية واحد لفالفيردي مع البارسة. عدد كبير من المباريات حقق فيهم تسعة وستين انتصار وتلاتة وعشرين تعادل وخسر تسع مرات بس. تسع هزيم فاكتر من مية فاتش. رقم قوي عب صراحة ممكن يكون احد اهم اسباب قرار تجديد الادارة لعقده ولكن رقم زي ده مع فريق زي بارشلونا بقيادة لعب زي ماسي مش شرط يكون بيحكي القصة كلها. فالفيردي اثبت لغاية دلوقتي انه يقدر يجاهز فرقة وياقودها على المدى الطويل على مدار الموسم كله. وده بينعكس في نجاحه في الفوز بالدوري السنة اللي فاتت وغالبا السنة دي بغض النظر عن الاداء واسلوب الله. ولكن زي ما قلت قبل كده مشكلتي كبيرة معاها انه في كل مرة بيديك بسيط من الامل انه ممكن يتطور ويتعلم من اخطاوه بيرجع بعدها على طول ويدلمها في وشه. سواد. الناحية التانية بقى فلو قلنا ان الريال ما كانش يستحق هزيمة 3-0 في كلاسيكو الكوبا فهو بالتأكيد ما كانش يستحق الانتصار في كلاسيكو الليج. والمشكلة هنا كانت جماعية وفردية. جماعية من ناحية اسلوب اللعب اللي بقى من غير هوية واضحة. على ابسط الامتلة واحدة من اقوى اسلحة الميرينجي هجوميا في السنين اللي فاتت كانت الكرات العرضية ودلوقتي ما بقاش ليها اي نهج كده او سيست. مش قادرت خيلني شفت كلاسيكو هين لريال مادريد بيلعبهم على ارضه بالفول تيم من غير اصابات واعتماده بشكل شبه كل في الهجوم على محاولة خلق حالة واحد على واحد ناحية الشمال ما بين جونيور واي مدافع من برشلونة. وحتى الحاجات اللي كانت بتميز منظومة الفريق دفاعيا في كلاسيكو الصفر صفر في كامت نو زي الضغط على نصف ملعب برشلونة اختفت. بوسكتس اللي عامل السن بدأ يعكس مشاكل كتير قوي عنده مستوى بيقل كده تدريجيا ما كانش بيتضغط عليه خالص وكان اكينه في تمرينة بيستلم ويلف ويلعب براحة. فلو كنت بتلعب زون ديفنس مسلا وراكن الاوتوبيس وخطة فاعك متأخر داخل منطقة جزائك كنت قلت ماشي. بس لما تبقى بتلعب جيم مفتوح وعلى ارضك وعايز تسيطر على مجرية اللعب وما بتضغطش على مفاتيح لعب البارسة نصف ملعبهم اللي انت كده بتنتحها. انت كده مش بتصعب عليهم المهمة ده انت بتسلمهم مفاتيح اللعب وبتقول له اتفضل اتحكم في رسم الماتش. دي فعلى ده بقى ان الافراد كمان خزلوا الفريق بشكل رهيب زي ما قلت بنزيمة او بيل. فجزء من تقلق راكتش في المراهة كان اختفاء اللعب اللي بيلعب قصاده في نصف ملعب ريال مدريد وهو توني كروز اللي مجاش اصلا بقى الهين فهنقول عليه حلو ولا وحش هو مش موجود. هو. كان سايق جدا وريال مستحوز على الكرة اذا كان في تمركزه الكرة مش معاه او في تعامله مع الكرة وهي معاه. وطبعا سيرجو راموس اللي داخل في سلسلة اخطاء كارتية مباراة بعد التاني. ممكن اتفهم الغلطة الفردية اللي حصلت في خطأ الهدف الاول بتاع السوارز الماتش اللي فات. بس لما سيرجو راموس بيطلع يضغط على الكرة مرة فممكن اقول انه اضطر يعمل كده لانه ما كانش يلاقي مساندة من خط الوسط ولكن ما ينفعش اقول الكلام ده لما الخطأ ده يكون بيتكرر هو هو اكتر من المرة. وبعدين مش محتاج اروح بعيد لانه لما ضغط وركتش استلم الكرة في ظهر وسجل الهدف الوحيد في ماتش مبارح فارجع على هدف بارشونة التاني في ماتش يوم الاربع وهتلاقي ان سيرجو راموس كان برضو وخارج مركزه صرحان قدام. حتى التبديلات مكانش فيه منها نتيجة بالذات التبديل الاخير بتاع ايسك. يعني ازاي متوقع ان الراجل اللي متجمد تقريبا كليا من الفرقة ينزل في اخر ربع ساعة ويعمل لك فارق في كلاسيكو زي ده وانت خسران. اقتنعنا واتفقنا خلاص ودينا سولاري الفضل في اكتشاف اللي عبدالك كظاهير شمال كامل حاليا بالذات دفاعيا افيد من مارسيلو ولكن زاي ما فكرتش وانت خسران واحد صفر وتركيزك في الهجوم كله من ناحية الشمال انك تنزل مارسيلو يهاجم شوية بالذات وفالفيردي موجود مكان كروس وبيغطي الناحة دي دفاعيا. بصراحة استغربت قوي لما التبديل ده ما حصلش لاني حاسته تبديل بديه قوي ونتيجته شبه مضمونة. اكيد مارسيلو حتى لو كان قل دفاعيا بس بخبرته في الكلاسيكو دي كلها لو نزل في اخر ربع ساعة هيعمل اضافة هجومية مش طبعية. اصلا اكيد مارسيلو منسيش الكرة خالص فاجأة يعني. فلو الافياد انك ما تبدأش بيه ليه ما تستفدش منه في الشوت الثاني لما تكون محتاجه. وفي النهاية زي ما قلت قبل كده فعزائي جميل المرينجي الوحيد انهم لازم يتقبلوا فكرة ان الموسم الحالي موسم انتقالي وموسم بداية مرحلة جديدة فلازم هيستحمله شوية التمن اللي هيدفع في ماتشاط زين كلاسيكو. ولازم في نفس الوقت يدعو ان كلاسيكو ده يكون الاخير السنة دي وما تنزلش عليهم القرعة لو صعدوا في دوري الابطال بكلاسيكو خامس او سادس في اروب. اما في برشلونا فسريعا ما ستنتهي نشوة الانتصارين في الكلاسيكو ونشوة نهائي الكاس ونشوة الدوري وكل الانظار ستتجه نحو دوري الابطال. ودي مش نظرية انا خلقتها يعني بس هو ده بالضبط اللي حصل الموسم اللي فات. في المرحلة الحالية وبالذات مع انتصار ريال مادريد باربع القاب ابطال في اخر خمس سنين خروج مبكر جديد للبلاو جرانا في دوري الابطال هيمسح اي حاجة اجابية للموسم. هدف السنة دي متحدد ومتوضح من اللحظات الاولى وهو كأس الاذنين الكبير. وفي النهاية فزي ما انتم شايفين في ركن الشاشة حلقة النهاردة برعاية تطبيق لاين لايف اللي بنتطلع عليه في بس مباشر طبعنا نبارح قبل الكلاسيكو وان شاء الله هنطلع تاني قبل مباريات دوري الابطال يوم الثلاثة ويوم الاربع عشان نتكلم في التوقعات ونعمل مداخلات تقولولي فيها رأيكم انتو في المباراة البت بيكون قبل انطلاقة المباريات بساعتين يعني الساعة التاسعة بتوقيت السعودية. واتمنها بتوقيت القاهرة وكالعادة هيكون فيه جيباويز تيشرت لواحد من اللي هيشترك معنا للنادي اللي هو بيحبه هتلاقوا رابط التطبيق لو اي حد عايزي ننزله في الفيديو ده وفي اول قومنت عليك. وفي النهاية ما تنساش تدوس على الدايرة اللي هتظهر هنا علشان تعمل سبسكراب واشتراك في القناة على يوتيوب وتشغل جرس تنبيهات عشان تصال لك اول من نازل الحلقة جديدة. لايك على يوتيوب شير على فيسبوك وتويت على تويتر لو عايز فارج حيات الفيتات هتلاقي هنا اكل العادة اكام معاكم عمري صورحي وشوفكم الحلقة الجايز. سلام. طيب قرب لي بقى كده شوية عشان فيه كلمتين عايز اقوله. مبدئين كده فانا شرحت غياب الفترة اللي فاتت على انستجرام وبرض في اغلب الاوقات على الاسئلة المباشرة عليه فده الحساب خش وتابعني من عليه وهتلاقي على الستوريز دايما حاجات مختلفة عن اللي بقول انا. ولكن هرجع وكرر ان الاسبوع اللي فات حصل فيه احداث كتير وكان فيه ظروف ومنها ظروف شخصية ومنها ان انا عيان زي ما انتم شايفينه والصوتي رايح بقى له اسبوع. ما عنديش اي فكرة بصراحة هيرجع امتى بس ايقنت انه حتى لو فضل كده شوية يعني فهنعمل حلقات ومش هزعها. بس الاسبوع ده احنا رجعنا بحلقة الكلاسيكو وان شاء الله هيكون فيه حلقات صباح وفيفا وهيكون فيه حلقات لدوري الابطال كالعادة وفيه خبر كده حلو ان شاء الله هنالنعمه كمان يوين. اما بقى بالنسبة للتغريدة دي اللي نزلتها من كم يوم كده وحصل عليها نقاشات كبيرة قوي فعايز اوضع حاجة. جوز كبير من الكلام اللي هو بقوله على تويتر بيكون كلام لحزي وبيشرح اللحزة الحالية. يعني لما قولن شتيجن حاليا في حتة وكل حراس المرمى اللي في العالم في حتة تانية فدا كلام بينطبق على اللحزة دي ورأيي في اللحزة دي وفي الفورمة الحالية مش كلام في المطلخ كده في تاريخ الكورة ومين احسن حالس مرمى في تاريخ البشرات. وبالتالي اسمحولي ان انا كرارها هنا اوه شتيجن حاليا في كوكب وكل حراس المرمى حتة دي خيه في كوكب تاني. زي بالضبط لو كنت شلت دي خيه من منشستر رويتر في الكامسة اللي فاتت كنت هتلاقيهم في المركز العاشر مسلا. فلو شلت تصديات تير شتيجن الحاسمة الموسم ده ممكن جدا ما تلايش برشلونة في قمة الدول. من اخر تمانية وخمسين تسديدة اتسددوا على شتيجن دخل فيه تمن اهداف بس وصد خمسين. وبعده يرجع انت مع نفسك بقى وشوف كم تصدي من الخمسين دول كان تصدي حاسم ليه تأثير مباشر على نتيجة المباراة النهائية. وحط في كل ده بقى ان في زمن الاندية بتدفع فيه مبالغ خيالية في حراس المرمى اذا كان أليسون ولا ايدرسون ولا كورتوار فشتيجن راحل بارسة بـ 12 مليون يوم. 12. اه دي بقى اللي ممكن عادي جدا انت تحس بوحدة من اعظم صفقات تاريخ الكورة. فمن الاخر كده ما ينفعش اقفل حلقة زي دي كلمت فيها على كلاسيكو وكلمت فيها على برشونة من غير بمادي شتيجن حقه لان هو يستهل اكتر من كلام اللي انا قلتو ده بكتير. حارس المرمى فضل يتطور من سنة لسنة لحد ما بقى على قمة العالم. ارفع لك القباة يا ابني مع احترامي لجميع الحراس في العالم. بس كده.